نهاردة عاملة طواجن زي الفراخ كده ببصل زي الطاجن اللحمة ببصل مدخل له بطاطس عشان يبقى كتير علشان ان انت ما تطوريش تعملي جنبه حاجة غير حبة الملوخية مدخل له جزر مدخل له بصر جوليان حتة زبدة علشان هدي صدمة للأراني وانت مش تسنوئيها؟ لا انا النهاردة مش محتاجة الشربة بتاعتها مع اني هعمل ملوخية بس مش عايزة الشربة بتاعتها علشان انا عايزة العصارة اللي تنزل من الأراني بكلها تبقى جوه الطاجن همال هتعملي ايه؟ طيب هقولكو حالا دلوقتي هعمل ايه؟ وهقولكو برضو اعمل ايه لما يجي اسلق الأرنب علشان يديني شربة فتحة شربة من طعامة كويس قوي في انتهى الجميع عندي حلة على النار في كل الأحوال سواء مش عايزة شربة سواء عايزة شربة في كل الأحوال لازم هجل الأرنب صدمة ليه؟ ما ينفعش ان انا احط المية كده واحط لها التوابل بتاعتها والبهارات بتاعتها واروح سقطة الأرنب فيها مهما يكون غسلين طيب انا اخسل الأرنب ازاي يا نونة اما تيجي من عند الفرارجي الغسيل على الناشف مفيش احسن منها يعني ايه على الناشف يعني تحطيها في طبق غويت اول ما تجيبيها من عند الفرارجي بولة غويتة كده من غير اي مية ولا اي حاجة ترويح حتى القليل كبايتين دقيق وتغرقها بيها وتدعكي مع عصرة لمون وتدعكي تدعكي تدعكي وتسيبيها منقوعة حوالي نص ساعة نص ساعة كاملة او قزت كمان على حسب الوقت بتاعتها تيجي بعد النص ساعة معدت او الساعة تفتحي موية الحنفية بتاعت الحضبة على المطبخ كده ويكون فاضي وتمسكي حتة حتة تدعكيها شوية وتروحي شطفها وتحطي في مصفة مش عايزة اكتر من كده ولا تشمي ريحة زفارة ولا ريحة الفرارجي ولا اي روايح فيها طيب اجي بعد كده لو انا هسلقها او لو انا مش عايزها بشربة حلة على النار هعمل زبدة وزيت طبعا عشان الحلة عندي سخنة قوي فهنزل حبة الزيت الاول علشان لو نزلت بالزبدة الاول هتتحرق مني فهنزل بالزيت الاول واروح نزلة بالزبدة عايزة تعملي بسامنا ما عنديش اي مشكلة مجرد ما تتقضح معايا اروح مسكي القراني بالحلوة بتاعتنا دي وابدأ ان انا قديها صدمة ليه قديها صدمة علشان اقفل المسام بتاعتها وما تنزل ليش اي سويل فيها طيب ده علشان انا مش هعمل شربة منها طب لو عايزة اعمل شربة برضو هتديها صدمة واروح منزلة معاها فمطمية مكعبات جزرايا حلقات لورا بودر حبهان بودر مكعبين مرأة طب ما هي اصلا هتطلع شربة ايه لازمة مكعبين المرأة لان احطوه التس بتاع الشربة بيبقى في ملتهى الجنة اسوح كله مع بعضه وكل محضرة مياه مغلية ابدأ ان انا اسقطها عليها كده بقت الاراني بمسلوكة لكن النهاردة زي ما قلتلكو انا مش حط عليها مياه انا هتديها صدمة عشان اخدها في التوجه على ما تنزل مقدمة وحمد صباح الفل على عيونك هنعمل ايه هندي صدمة للاراني بكده من جميع النواحي مع رشة فلفل اسود ورشة الفلفل اسود دي مهمة جدا عشان تديني تطعيمة حلوة مقدرنا على الشاشة ومقدرنا بتقول ايه يا رغبة معايا ارنبين معايا اتنين ارنب بتقطع 8 قطع كل واحد 8 قطع ممكن طبعا يكون ارنب واحد على حسب محضرتك عايزة وعلى حسب عدد افراد اسرتك معايا بطاطس مكعبات طبعا انا مش هقول كميات علشان على حسب محضرتك عايزة ممكن تزود الكمية تقليل الكمية فانا مش هقول كميات موجودة على الهواء معايا جزر مكعبات وبصر زوليان طم مفروم وفلفل حامي مفروم وصرص الطماطم وزبدة وزيت طبعا علشان الصدمة اللي احنا بنهاله ومكعبين مرأة ولورة بودر وحبها البودر وسبع بوهارات من اللي احنا عاملينها واتزينك لرغضة حضريها علشان ينزلها الحبايبنا وملح وفلفل اسود اكتر من كده مش عايز زي ما حضراتكو شايفين كده نزلنا بالارانب مع رصة الفلفل الاسود المحترمة اتغير بقى اللون بتاع الامانب معانا كده شايفين المنظر عامل ازاي بص يا حمزي شايفين المنظر عامل ازاي حاجة تفتح النفس والريحة بتاعتها تحفظ بصوا بقى انا تبلت بالشكل ده كده وحطيت الفلفل اسود وشوحت بالمنظر ده هاجي بقى وهي تتشوح كده بصوا زي ما بنقول كده اهم من الشغل زبط الشغل عندي ايه عندي توم وعندي فلفل حين ولورة بودر وحبهان بودر ومكعبين المرأة وقادي السبع بهارات بتاعتنا التسعة يا رغبة التسعة بهارات بتاعتنا اهيه هبدأ ان انا انزل بالتوم الاول عسان اطلع الروايح بتاعته كلها بالشكل ده كده وشوح شوية بتبدأ روايح التوم تطلع مع الزبدة والزيت ومع الارانب اللي بتتشوح معايا وابدأ انزل بقى بالفلفل وانزل بالتوابل الحلوة بتاعتنا وطلعها كلها روايحها الجميلة قادي لورة بودر وحبهان بودر مكعبين المرأة وقادي معلقة كبيرة من التسعة بهارات وشوح بقى ده كله كده مع بعضه وطلع الروايح الحلوة اللي انا محتاجاها علشان الارنب يبقى تطعمته في منتهى الجميلة مش هحط ولا مية ولا هحط اي حاجة خالص انا ولا عايز اسلق ولا عايز اعمل بس بالشكل ده كده عايزة كله يتسدم وكله ايه ياخد التسوية من كل ناحية هسيبه كده على النار ونيجي بقى الناحية التانية عندي التسعة بهارات برضو وعندي ملح وفلفل اسود وهبدأ دلوقتي اتبل الارضية او اتبل الخضار اللي هيدخل معايا في الطوق كده الارنب معايا تمام طب هنزود لها مية لا هي دلوقتي بتبك ميتها وهتشربها بصوا كده بص يا حمدي شايفين شايفين المية اللي نزلت دي انا مش عايزة اي سوايل زياد هسيبها كده الارنب هتبك المية بتاعتها وترجع تشربها يبقى كده تمام وزي الفل تكمل تسويتها فين بقى في الفرن مع البطاطس ومع بقى الخضار بتاع ادي بسلطين كبار جوليان وعليهم رشة حلوة كده من الملح ورشة كمان فلفل اسود وادعاكهم كويس جدا 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 ناخد البطاطس المكعبات نصفيها بالشكل ده كده ونحطها على الجزر والبصل وحبة التوابل اللي احنا حطناها كانت عبارة عن ايه يا حمدي كانت عبارة عن ملح وفلفل اسود ومعاهم معلقة كده ايه وسط من التسع بهارات اللي احنا عاملين بالشكل ده كده ثانية واحدة عشان نكون خلصنا الطاجن بتاعي بص المنظر بتاعم ازاي تعالوا بقى كده الارانب هنا طلعت الرواح بتاعتها في منتهى الجميل ايجي بقى قبل قبل ما جمع الطاجن بتاعي الفرن بتاعنا شغل على درجة حرارة متين وهنا الارانب ما شاء الله عليها بدأت تشرب المياه بتاعتها وتمام وزي الفرن اروح عاملة ايه اروح عاملة كده شايفين المنظر عامل ازاي انا مش عايزة يا جماعة اكتر من كده والله بسم الله ما شاء الله حصل خير مهم من العباية متبهدلتش تعالوا بقى دلوقتي نجيب الطاجن بتاعنا اللي هنعمل فيه بسم الله الرحمن الرح لأ لا 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 بسم الله بصوا قيدا ننزل كل حاجة الخضار نحطها في الطاجن وارجع بعد كده اروح جايبة الاراني بتاعتنا وابدأ ان انا ارصها على الطاجن واغطيه وحطه في الفرن ايه ده مش هنحط سويا لا ايه ده مان هيستوي ازاي عندنا هنا صلصة طماطم وسويل نزلت من الارنب وعندنا كمان بصل البصل ده كله هينزل معي سويل فهي دي اللي هتسوي الخضار والكتمة بتاعته نفسها هي اللي هتسويلي الارانيب مع الخضار كده الارانيب اصلا واخده معي صدمة حلوة قوي يعني يعتبر ان هي دخلت في السوى لان الارانيب اصلا اللحم بتاعتها ما بياخدش سوى كتير استنى نجيب كده تسيبت سهولة كلس وزاي الفل بص يا حمدي انا مش عايزة اكتر من كده تخيلوا بقى دوت كده لما كل العصارة دي كده تنزل والبطاطس تستوي مع الجزر والارانيب تستوي بعد كده نروح فاتحين الشواية عليه علشان ياخد الوش بتاعها من فوق حاجة كده ترد الروح تعالوا الحطف الوش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة